ترجمة نانسي قنقر أن الأداء الإيجابي لاقتصاد المملكة تجلى في كثير من المؤشرات التي تم رصدها للربع الأول من العام 2019 كياسا بالربع الأول من العام 2018 كما أشار الزيان إلى أن القطاع السياحي في مملكة البحرين يشهد انتعاشا ملحوظا من خلال ارتفاع نسبة مساهمته في الناتج المحلي وزيادة نموه وفيما يخص البورصة ارتفع مؤشر البحرين العام بنسبة 5.7% خلال الربع الأول من العام الجاري حيث تنوع نشاط المستثمرين في التداول في قطاعات متعددة للأسهم كياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي ثبتت وكالة موديز للتصنيف الاعتماني الجدارة الاعتمانية على المدى الطويد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة عند AA2 مع نظرة مستقبلية مستقرة وذكرت موديز ان مستويات الدخل المرتفعة في الإمارات والقدرة التنافسية العالية تعززان من قوة اقتصاد الدولة موضحة ان الوضع المالي في الإمارات سيظل قريبا من الاستقرار اكد تقرير لمجلة فورين بوليسي الامريكية انه لم يعد بوسع ايران الصمود اكثر فالعقوبات الامريكية وضعت اقتصادها المتهاوية على شفير كارثة حقيقية ومن المتوقع ان ينكمش الاقتصاد الايراني بنحو 6% هذا العام في وقت خسرت فيه العملة الايرانية نحو ثلثي قيمتها حتى الان وسيزداد الامر سوءا بعد تعهد واشنطن بانهاء صادرات النفط الايرانية الى مستوى الصفر مما يعني دخول اقتصاد طهران في دائرة موت لم يشهدها النظام الايراني من قبل اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان الولايات المتحدة ستفرض اعتبارا من العاشر من شهر يونيو رسوما جمروكية بنسبة 5% على كل السلع الواردة من المكسيك طالما استمر تدفق المهاجرين غير الشرعيين الى بلاده عبر الحدود المكسيكية هذا وبعث الرئيس المكسيكي من جهته رسالة الى نظيره الامريكي يدعوه فيها الى الحوار بشأن مسألة الهجرة غير الشرعية وذلك بحسب ما نقلته وكالة فرانس بريس بدأت الولايات المتحدة في تحصيل رسوم جمروكية اضافية بنسبة 25% على سلع صينية كثيرة وصلت الى الموانئ الامريكية في تكثيف للحرب التجارية بين اكبر اقتصادين في العالم مما ادى الى فرض الصين تعريفات جمروكية انتقامية وفرض الرئيس الامريكي دونالد ترامب الزيادة في الرسوم على قائمة من السلع الصينية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار في العاشر من شهر مايو تستعد وزارة العدل الامريكية لاجراء تحقيق مع شركة جوجل بشأن مكافحة الاحتكار في خطوة يمكن ان تزيد من الضغط على عملاق البحث وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة والستريت جورنال وسبقا اجرت لجنة التجارة الفيدرالية التي تشترك في ادارة مكافحة الاحتكار مع وزارة العدل الامريكية تحقيقا واسعا مع جوجل لكنها اغلقته في عام 2013 من دون اتخاذ اي اجراء